الذكاء الاصطناعي يشهد طفرة غير مسبوقة أمر تعالت معه التحذيرات والمخاوف من مخاطره وتداعياته على حياة الناس من جميع جوانبها حسب تقرير صدر عن بنك الاستثمار جولمان ساكس الأمريكي فإن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحل مكان ما يعادل 300 مليون وظيفة في العالم بدوام كامل خلال الفترة المقبلة طبعا هذا يشكل تهديدا لملايين الوظائف حول العالم 300 مليون وظيفة حسب التقرير فإن تقنيات الذكاء الاصطناعي ستقوم بمهام الربع الوظائف في العالم أو في الولايات المتحدة وأوروبا لكن رغم المخاوف فإن بعض التقرير تقول أن الذكاء الاصطناعي قد يساعد في خلق وظائف جديدة وانتعاش في الانتاجية قد يؤدي ذلك أيضا إلى زيادة القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة عالميا بنسبة 7% وسط هذه المخاوف والتحذيرات يطالب خبراء ورواد أعمال على غرار إيلون ماسك بتعليق تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمدة 6 أشهر على الأقل لتجنب مخاطرها المحتملة عكس المتخوفون من التطور الكبير في مجال الذكاء الاصطناعي أو عكس هذا التخوف فإن الشركات المطورة تؤكد أنها أجرت اختبارات السلامة خاصة على الجيل الرابع لفترة طويلة وأن أولوياتها في التطوير هي السلامة بين التحذيرات والمخاوف التي يراها البعض مبالغا فيها وبينما تقوله الشركات المطورة بشأن اختبارات السلامة فأن خبراء يؤكدون أن الذكاء الاصطناعي هو مرحلة من التطور التكنولوجي الذي تشهده البشرية وهو كغيره له سلبيات وإيجابيات كثيرة أيضا نرحب بضيفي من بون الصحفي المتخصص في التكنولوجيا ياسر أبو معيلق أهلا وسهلا بك إلى غرفة الأخبار بداية خلال نبدأ من نهاية ما ذكرنا في التقرير عن موضوع اختبارات السلامة يعني تشات جي بي تي ثلاثة وأربعة يعني بين ثلاثة وأربعة كان فيه أربعة أشهر أو ستة أشهر على الأكثر يعني هذا المشروع تطور خلال أقل من سنة فهل يمكننا أن نصدق أنه تم إجراء اختبارات السلامة عليها قبل طرحه يعني بشكل كافي طبعا بالنظر إلى التغطية الإعلامية الكبيرة لانطلاق النسخة الأحدث من شات جي بي تي وهي النسخة الرابعة حاليا ومقارنتها وإمكانياتها الضخمة والعملاقة مقارنة بالنسخة السابقة إلا أنني أعتقد أن هذه النسخة ما تزال هناك بعض المشاكل فيها وخصوصا فيما يتعلق بالأسئلة المنطقية بأسئلة توليد النصوص المتعلقة ويبقى العائق الأكبر لهذا الذكاء الاصطناعي وهذا النموذج اللغوي العملاق هو أنه ما يزال حتى اللحظة في آخر نسخه مبنيا على البيانات المدخلة إليه حتى تاريخ سبتمبر عام 2021 أي أن هذا البرنامج أو هذا النموذج لا يمكنه أن يستند إلى أحداث أو حقائق أو وقائع حصلت بعد سبتمبر 2021 صحيح لكن في شركات أخرى بدأت ترتبط يعني الآن عندك مايكروسوفت الآن في البايلوت دخل على الإنترنت الآن أيضا أن الجي بي تي فور بقول أنه يستطيع أن يتجاوز بدرجة 90% امتحان المحامة في أمريكا أصعب بالامتحانات هنا وفي عنده أخطاء لكن هل مخاوفنا منه مخاوف إيلون ماسك وغيرهم مش من تطوره وسرعة تطوره وإنما مما لم ننتبه إليه مما يمكن أن يصل إليه هذا التطور يعني ممكن المجرمين أيضا الخارجين عن القانون يستفيدوا بشكل نحن لم نفكر به لم يخطر بعد على بال أحد وبالتالي نجد حالنا في وضع صعب هل هذا هو السبب الأصلي؟ طبع وهذا حصل بالفعل إذ تمكن بعض الهاكرز أو قراصنة الكمبيوتر من استخدام شات جي بي تي ومن تجاوز حتى معايير أو ضوابط السلامة التي تمنعه من مثلا البحث عن ثغرات في أكواد البرمجة واختراق المواقع تمكنوا من تخطي هذه الحواجز وإجبار بين قوسين إجبار هذا البرنامج على اختبار ثغرات أمنية على اختراق بعض الثغرات الأمنية كما نجح أيضا مطورون في مجال الأمن السيبراني من استخدام هذا البرنامج بنجاح في سد هذه الثغرات أي أن البرنامج يمكن أن يستخدم كسلاح وكدرع في نفس الوقت بحسب من يستخدمه وحسب نوايا المستخدم أي أن الخطر الأساسي هو من البشر وليس من الذكاء الاصطناعي فهو سلاح في يد من يريد ودرع في يد من يريد لكن بنهاية الأمر يبقى الموضوع أن هذا النموذج يتمتع بدقة وبسرعة عالية وهذان أفضليتان كبيرتان له صحيح بس الآن طيب إذا عدنا إلى بداية التقرير أنه ممكن أن يحتل 300 مليون وظيفة أن يكون الذكاء الاصطناعي بديل عن ربع الوظائف في أوروبا وأمريكا شاهدت أنا بعض التحليلات حتى يعني على الإنترنت ويوتيوب ترى أنه في شوية مبالغة بالموضوع لأنه ما زالت الثقة غير موجودة مئة بالمئة في نتائج الذكاء الاصطناعي ليست شات جي بي تي فقط وإنما الذكاء الاصطناعي بشكل عام ما رأيك؟ يعني تقريبا في نفس الاتجاه كنت قد أثناء تحضيري لهذه المقابلة قد قرأت مقال على الواشنغتون بوست نشر عام 1971 عندما بدأت الآلة الحاسبة تنتشر أو آلة الجيب الحاسبة تنتشر في الأوساط كان يحذر أيضا من انقراض مهنة المحاسبة بسبب هذه الآلة الحاسبة وكما نرى أن العجلة تعيد تكرار نفسها كلما ظهرت تقنية جديدة ظهرت معها التحذيرات التي تقول بأن هذه التقنية ستمحو ما قبلها من وظائف ولكن في نفس الوقت أي نعم تمكنت هذه التقنيات من إلغاء بعض الوظائف وجعلها غير مرغوبة وغير مطلوبة حتى في سوق العمل ولكنها في نفس الوقت أدت إلى تكيف البشر وإلى دفعهم إلى سلوك برامج جديدة أو تعلم مهارات جديدة من أجل التماشي مع روح العصر وبالتالي أعتقد أي نعم شات جي بي تي وغيره من برامج الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوي العملاقة سيؤدي بالنهاية إلى انقراض أو حتى إلى تراجع كبير في الطلب في سوق العمل على بعض الوظائف والمهنة التي تتطلب مثلاً عمد كرار أو حسابات وممجر ولكنه في نفس الوقت سيولد وظائف جديدة صحيح لكن يعني مثلاً قرأت كثير من الأسئلة لطلاب في الجامعات حالياً جامعات يدرسون البرمجة في سنة أولى أو سنة ثانية يقول أنا خليني أغير لأنه تشات جي بي تي عم بتطلب منه شيء بيكتب برمجة كاملة على كل اللغات فهل أحول من الآن أم أنه الوضع لسه يعني فيه أمامنا وقت أم أنه نحن ربما متلهفين زيادة عن اللزوم في شوي حالة بين الصدمة تجعلنا يعني نتسرع في القرارات شو رأيك؟ أعتقد أن من الجيد التخطيط للمستقبل من الجيد أن يبقى الإنسان على مجاله الذي يتخصص فيه مجال البرمجة ولكن يمكنه أن يغير التخصصات الفرعية بدلاً من كتابة البرامج أو كتابة النصوص البرمجية يمكنه أن يتخص مثلاً في إدارة البرومتس أو الجمل المحفزة للذكاء الاصطناعي من أجل إنتاج نتيجة هذا أيضاً مجال متخصص بحد ذاته وأيضاً يمكنه أيضاً أن يتخصص في مجال جمع وتصنيف البيانات الضخمة والتي يمكن تدريب الذكاء الاصطناعي عليها وتحسينه يمكنه أيضاً أن يتخصص في البرامج المبنية على الذكاء الاصطناعي والمبنية على قاعدة الذكاء الاصطناعي من أجل إنتاج برمجيات تزيد من الإنتاجية سواء في الشركات أو تقلل من العبء على الموظف البشري ياسر سؤال أخير هل نحن أمام مرحلة جديدة من الأمية الجديدة تعرف الآن بقولك اللي ما بيعرف الإنترنت كان أمي اللي ما بيعرف السوشال ميديا أمي هل الآن نحن مضطرين لتعلم التعايش مع تشات جي بي تي وغيرها من الذكاء الاصطناعي وإلا سنخرج خارج عصر التكنولوجيا أنا أعتقد شخصياً أنا من دعاة دائماً أتطور التكنولوجيا وأعتقد أن تطور التكنولوجيا في العموم إيجابي للإنسان وبالتالي أعتقد أن مثلما ظهر جوجل في حياتنا وأصبح جوجل جزءاً لا يتجزأ من حياتنا أو محركات البحث فأعتقد أن تشات جي بي تي سيصبح بعد زمن ليس بالبعيد جزءاً أيضاً من حياتنا اليومية سواء على الهواتف الذكية أو في غيرها من الأدوات التي تستخدم الإنترنت شكراً جزيلاً لضيفي من بون صحفي المتخصص في التكنولوجيا ياسر أبو معلق